اكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخلايف وزيرة التنمية المستدامة ان مملكة البحرين حريصة على طرح المبادرات والاستراتيجيات الداعمة لاعتماد حلول خضراء مبتكرة بما يحقق اهداف التنمية المستدامة نعم جاء ذلك لدى مشاركتها في فعاليات الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الاخضر تحت شعار قيادة العمل المناخي من خلال التعاون خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني وقالت الخلايف ان البحرين قطعت شوطا كبيرا على صعيد تنفيذ اهداف التنمية المستدامة من بينها ما تندرج ضمن محاور الطاقة والتمويل والامن الغذائي والشباب كما تحدثت الخلايف عن التزام البحرين بتنفيذ الخطط والمشاريع الخاصة بالتغير المناخي والتي تضع على رأس اولوياتها مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه بتوفير بيئة امينة للبشرية اضافت ان مملكة البحرين كثفت الجهود نحو الانتقال الى نظام اكثر كفاءة للطاقة المتجددة وذلك عبر اطلاقها الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة وفي ختام مشاركتها اشارت الخلايف الى اهمية تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الشراكات مع مختلف الدول للوصول الى حلول متقدمة في جميع قطاعات الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة والتأكيد على اعتماد الحلول الذكية التي تعتبر لغة العصر الراهن من اجل الاسهام في الحفاظ على استدامة البيئة النظيفة